بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ القطة أكثر الحيوانات قربا من الإنسان وهي حيوانات أليفة يربها كثير من الأشخاص وتعيش مع الناس منذ ما يزيد على سبعة آلاف عام وتنتمي القطة للثديات وهناك الكثير من أنواع القطة التي تختلف في الأشكال والألوان والأحجام قد كانت القطة في بعض الحضارات من الحيوانات المقدسة التي أقيمت لها عشرات التماثيل وخصوصا في الحضارة الفرعونية حيث كان يصل عقاب الشخص الذي يتسبب بأذى لأي قطة لعقوبة شديدة قد تصل للإعدام القط أو الهر أو البس الاسم العلمي في لسكاتوس هو نوع من أنواع الثدييات آكلات اللحوم وهو الحيوان الوحيد المستأنس من فصيلة السنوريات وغالبا ما يشار إليه باسم القط المنزلي لتمييزه عن باقي أفراد عائلته من القطة البرية يمكن أن تكون القطة إما قطة منزلية أو قطة مزارع أو قطة برية والفئة الأخيرة تتجول بحرية وتتجنب التواصل مع البشر يحبذ البشر رفقة القطة المنزلية نظرا لقدرتها على أصطياد القوارد تم تحديد حوالي ستون سلالة قطة من خلال سجلات القطة المختلفة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وذلك فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد لكم منا أجمل التحية والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته